بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من بالصلاة عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار ورحمة العزيز الغفار وعلى آله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء والأعزاء حيكم الله جميعا أينما كنتم في هذه الأرض نواصل في هذه الحلقة مع الجزء الرابع والأخير من الصلاة على النبي بأسماء الله الحسنى مع ذكر فضلها وأسرارها فتابعوا معي على بركة الله اللهم صل وسلم وبارك يا حي على خير داع بإسمك الحي من داوم على هذه الصيغة المباركة أحيى الله قلبه ورزقه الشهادة في سبيله وفيها سر جليل لمن كان مريضا وهي لإحياء الأعضاء المريضة والسقيمة في الجسم اللهم صل وسلم وبارك يا قيوم على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة تدوم من داوم على هذه الصيغة المباركة أيقظ الله قلبه إذا نامت عيناه وأشهده من قيوميته في تدبر الخلق وكان ملطوفا به في الأقدار مرزوقا لا يحتاج لأحد من الناس اللهم صل وسلم وبارك يا واجد على من نبع من أصابعه الماء البارد من داوم على هذه الصيغة الجليلة أشهده الله ما أوجده في الوجود وحفظه من شر أعدائه وفيها أيضا سر جليل وعجب لإيجاد الضائع والمفقود ورد المسروق اللهم صل وسلم وبارك يا ماجد على المتقلب في الساجدين الأماجد من داوم على هذه الصيغة الجليلة أسمعه الله تعالى تمجيد الأشياء للماجد سبحانه ورزقه الهيبة وتصلح ذكرا لمن يرجو ترقية في منصبه أو في عمله أو في وظيفته اللهم صل وسلم وبارك يا واحد على الهادي عبادك إلى الله الواحد من داوم على هذه الصيغة الجليلة برأه الله تعالى من الشرك وأراه من أسرار الوحدانية وفيها سر جليل وعجيب لكشف الأعداء وفضحهم وعلو الشأن والمرتبى عليهم اللهم صل وسلم وبارك يا صمد على المبشر بفضل قل هو الله أحد من داوم على هذه الصيغة أهله الله ليكون ملجأا للمستضعفين وكفاه بالقوة من عنده وفيها سر جليل لكشف الكرب ونيل الفرج السريع بإذن الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك يا قادر على المستغيث بك يا نعم القادر من داوم على هذه الصيغة المباركة قواه الله بقدرته ونصره على أعدائه وأمده بقوة جسمانية وباطنية فلا يقدر عليه ظالم ولا معتد اللهم صل وسلم وبارك يا مقتدر على من يبرئ المرضى بعزة المقتدر من داوم على هذه الصيغة المباركة أشهده الله القدرة على الأشياء وهون عليه كل صعب شديد ويصلح ذكرا لمن يعالج الناس كالطبيب والراقي والممرض لأن فيه مدد عجيب من الله سبحانه جل فعلا اللهم صل وسلم وبارك يا مقدم على سيد المرسلين والنبي الخاتم من داوم على هذه الصيغة الجليلة ألحقه الله تعالى بالذين لهم قدم صدق عند ربهم وأحياه الله تعالى بعيدا عن الفتن وحمه من المكائد وهذه الصيغة العجيبة فيها سر جليل لمن يرجو علو المرتبة والتقدم على أقرانه في مجال عمله أو دراسته أو عشيرته اللهم صل وسلم وبارك يا مؤخر على الحبيب المتقدم وغيره متأخر من داوم على هذه الصيغة الجليلة فتح الله له باب التوبة وصلاح الحال في جميع أمور حياته ويكون آخر عمره خيرا من أوله اللهم صل وسلم وبارك يا أول على من نوره للخلق أول من داوم على هذه الصيغة الجليلة أشهده الله تعالى فعله الأول في الوجود وصار صباقا للخيرات والطاعات بعيدا عن الشبهات والملهيات فلا ينشغل إلا بما فيه نفعه وفلاحه وهذه الصيغة فيها سر جليل للتميز والتفوق في العمل أو في الحرفة أو في الدراسة أيضا اللهم صل وسلم وبارك يا أخر على الأول نبي والرسول آخر من داوم على هذه الصيغة الجليلة أشهده الله تعالى من أنوار وأسرار ملكوته حتى يستقر الإيمان في قلبه ويرزقه الرضا التام والتسليم في جميع أحواله وأموره اللهم صل وسلم وبارك يا ظاهر على من وجهه بالنور زاهر من داوم على هذه الصيغة الجليلة أظهره الله بين الخلق بنور الولاية وتوجه بتاج الوقار والهيبة فلا يتجرأ عليه عدو ولا ظالم ولا بغ اللهم صل وسلم وبارك يا باطن على العارف بك ولأصرارك باطن من داوم على هذه الصيغة الجليلة العظيمة ساتره الله برداء الخفاء وعلمه ظواهر الأمور وبواطنها وألقى عليه من أنوار الكشف ورزقه فهم حكمته البالغة في كل الأمور والأحداث اللهم صل وسلم وبارك يا والي على مولانا محمد ونعم الوالي من داوم على هذه الصيغة رفعه الله إلى مقام الخلافة وتدبير شؤون الناس حتى يصير رئيسا عليهم وفيها سر جليل أيضا لمن يسعى لمنصب رفيع في الحكم أو لترقية في عمله أو في وظيفته اللهم صل وسلم وبارك يا متعال على صاحب المقام المحمود العال من داوم على هذه الصيغة المباركة لقنه الله تعالى القول البليغ والحجة الدامغة في أي أمر اختلف عليه وفيها سر قوي لرد العدو الذي يشويه سمعتك بين الناس ويفتري عليك الباطل والأكاذيب اللهم صل وسلم وبارك يا بر على من ردت له الشمس وانشق له القمر من داوم على هذه الصيغة المباركة جعله الله تعالى من الأبرار في الدنيا والآخرة وأمطر عليه من فضله ونعمه وخيراته بسبب أو بدون سبب اللهم صل وسلم وبارك يا تواب على من رأك وسمع لذيذ الخطاب من داوم على هذه الصيغة الجليلة العظيمة رزقه الله تعالى توبة نصوحا وبدل سيئاته حسنات وأحياه في غير فتنة مضلة وجعله هاديا للخلق بالنصح والكلام الطيب اللهم صل وسلم وبارك يا منتقم على المنصور بالصبا ومن أعدائه ينتقم من داوم على هذه الصيغة الجليلة وكان مظلوما انتقم الله له من الظالمين ورد له حقه المسلوب ونصره نصرا عزيزا يتعجب له الناس اللهم صل وسلم وبارك يا عفو على منشيمته العفو وأنت العفو من داوم على هذه الصيغة الجليلة عفى الله عنه من كل ذنب وبالية ومرض وخلقه بالعفو والصفح الجميل مع الناس حتى يصبح قلبه سليما من كل كره وحقد وحسد وبغض اللهم صل وسلم وبارك يا رؤوف على من هو بالرأفة موصوف من داوم على هذه الصيغة الجليلة تداركته رأفة الله في كل محنة وكرب وشدة فلا يمسه سوء ويحيى مطمئنا بالله ولا يفتر لسانه عن ذكر ربه فهذه الصيغة الجليلة فيها سر عجيب لعدم الغفلة عن ذكر الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك يا مالك الملك على المحذر أمته من الرياء والشرك من داوم على هذه الصيغة الجليلة العظيمة أعطاه الله تعالى سؤله ومن لكه جوارحه وأغناه من واسع فضله وكرمه وفيها سر عظيم وجليل وسريع المدد لمن غلبته الديون ولا يستطيع أداءها اللهم صل وسلم وبارك يا ذا الجلال والإكرام على القائل ألض بيا ذا الجلال والإكرام من داوم على هذه الصيغة الرفيعة القدر المباركة أغناه الله عن من سواه فلا يحتاج لأحد من الناس وصير حوائج الناس إليه وصاق الله له الخيرات والنعم من غير سؤال اللهم صل وسلم وبارك يا مقصد على الفاضل المفضل العادل المقصد من داوم على هذه الصيغة المباركة أنصفه الله تعالى من كل ظلم وجور وجعله ناطقا بالحق منصفا لخلق الله لا يخاف من أحد سوى الله ويقول الحق ولو على نفسه وعياله اللهم صل وسلم وبارك يا جامع على من بالصلاة عليه تنور بيوتنا والجوامع من داوم على هذه الصيغة الجليلة جامعه الله تعالى بمن يحب ورد عليه ما ضاع منه وحقق له مقاصده وهذه الصيغة فيها سر جليل وعظيم للم الشمل ورجوع المطلقة وأيضا لمن يرجو الزواج بشخص معين اللهم صل وسلم وبارك يا غني على من كفه بالخيرات سخي من داوم على هذه الصيغة الجليلة أغناه الله تعالى من بعد فقره وحاجته وأدام عليه نعمة الغنى وحببه الله في الصدقات وإطعام المساكين وكفالة اليتين اللهم صل وسلم وبارك يا مغني على بحر جودك وعنك لا يستغني من داوم على هذه الصيغة الجليلة جعله الله سخيا وللناس معينا وللفقراء معيلا ويضاعف الله له ما صرفه مخلصا في سبيل الله ولا يفتقر أبدا ما أحياه الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك يا مانع على ملاذنا وحصنا بحصنه المانع من داوم على هذه الصيغة المباركة حماه الله من شر كل ذي شر من إنس وجن وقوى قلبه فلا يخاف أحدا من الخلق وفيها سر جليل وسريع لمن يريد وقف حدوث أمر ما كأمر الطلاق مثلا أو التخلص من جار السوء اللهم صل وسلم وبارك يا دار على ناصر الحق بالحق وللأعداء دار من داوم على هذه الصيغة المباركة أرضاه الله تعالى بقضائه وقدره خيره وشره فلا يقلق أبدا وتتغشاه السكينة في كل ظرف وحال وفيها سر جليل أيضا لرد ضر السحر على الساحر وشر العدو عليه اللهم صل وسلم وبارك يا نافع على من حل الأجاج بريقه النافع من داوم على هذه الصيغة المباركة جعله الله سببا لنفع عياله كقول سيدنا رسول الله أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وأجرى نفع الناس أيضا على يديه فيحيى محمودا طيب السمعة بين الناس اللهم صل وسلم وبارك يا نور على من لا ظل له يا نور النور من داوم على هذه الصيغة نور الله قلبه وجوارحه ووجهه حتى يصبح صاحب حل وفيها سر الإمداد بالنور وفتح البصيرة الربانية واكتساب الفراسة والحكمة اللهم صل وسلم وبارك يا هادي على طاهر الأمهات والأجداد من داوم على هذه الصيغة هده الله للحق والصلاح والفلاح في جميع ما يحيره من أمور الدنيا وجعله هاديا لخلقه مهديا لنفسه اللهم صل وسلم وبارك يا بديع على باهي الجمال والحسن البديع من داوم على هذه الصيغة الجليلة أنطقه الله بالحكمة وتفجرت ينابع العلوم في قلبه وفيها سر جليل وعجيب لأصحاب الحرف والأعمال التي تحتاج الإبداع والإتقان اللهم صل وسلم وبارك يا باقي على سيدنا محمد وأمته ما دام الباقي من داوم على هذه الصيغة الجليلة ثبث الله الإيمان في قلبه وثبته في مرتبته حتى يموت أو يرقى إلى أحسن منها وفيها سر عظيم لمن خاف أن يقال من منصبه أو يطرد من عمله أو وظيفته اللهم صل وسلم وبارك يا وارث على خاثم النبيين وللكتاب وارث من داوم على هذه الصيغة استخلفه الله تعالى وأورثه الأرض وفيها سر باهر لمن يشكو العقم ويريد أن يرزقه الله بالذرية الصالحة اللهم صل وسلم وبارك يا رشيد على الهادي للرشدي بأمر رشيد من داوم على هذه الصيغة الجليلة العظيمة جعله الله راشدا مرشدا وارزقه الرشد في اتخاذ قرارته والحكم والتأني في جميع اختيارته وفيها سر جليل لأصحاب القضاء والحكم والعدالة اللهم صل وسلم وبارك يا صبور على المبلغ رسالتك وعليها صبور من داوم على هذه الصيغة الجليلة العظيمة أفرغ الله عليه الصبر حتى يطمئن قلبه بالإيمان والقدر وأيده الله في كل أحواله فلا يغلبه عدو ولا ينتصر عليه ظالم وفيها سر جليل لنيل التوفيق الرباني والمدد الإلهي في أمور الحياة كلها اللهم صل وسلم وبارك يا رب العالمين على سيدنا محمد والآل والصحب والمسلمين من داوم على هذه الصيغة الجليلة أدبه الله فأحسن تأديبه وعلمه ما لم يكن يعلم ورقاه إلى مرتبة الشكر والحمد لرب العالمين وأغدق عليه من نعمه وفضله وكان مستجاب الدعاء وهكذا إخوتي في الله وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وإلى الانتهاء من جميع هذه الصيغة الجميلة الجليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم أشكر لكم وفاءكم وأشكر لكم إخلاصكم للقناة ألقاكم على خير وهدى ورحمة في حلقة قادمة إن شاء الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر